اهلا بكم مرة تانية Honor Choice X5 واحدة من افضل السماعات في فئتها هنقدم نهاردة تفاصيل ممتع جدا في فيديو النهاردة ريفيو مفصل عن طريقة التصنيع والهاردوير الداخلي لكل من قلبة الشحن والبرائم نفسها او السماعات كلام ده طبعا من خلال تفكيك السماعات من الداخل محطاها حاصلة مش موجودة على يوتيوب فطبعنا ان شاء الله في كل تفاصيل فيديو النهاردة نبدأ كالمعطاها بمحطاها قلبة الشارعات في جيت الحقيقة بعدم موجود كابل شحن من نوع طيب سي في قلبة الشارع ده شيء يعتبر احد سلبيات Honor Choice X5 وعندك اربع غيرات او سيليكون تبسع عشان تناسب استخدامك كتابات السلامة وتعليمات التشغيل وكارت الضمال لمدة سنة من وكيل الشركة في مصر وهو شركة اتصال قلبة الشارع مطبوعة عليها اهم وميزات السماعة اول حاجة اهم حاجة في الفئة دي وجود وخمسة وتلاتين ساعة عمر بطارية واخيرا انها بتدعم برنامج Honor Connect او برنامج Ice Basement Honor قلبة شحن السماعة عليها شعار ICHSE الشركة المصنعة وبدون شعار Honor طب الحكاية دي ليه الحكاية دي لان Honor هنا بتختار شركة مصنع للسماعات وبتنزلها على اس ان هي بتضمنها لك او هي بالنسبة لها اختيار Honor المفضل من احد المصنعين قلبة الشحن بلاستيك لامع بتخربش بسهولة جدا وهنا LED Inticator بيبين حالة الشحن سواء باللون الأحمر او اللون لبل اول مشكلة حقيقية بتقابلناها في Honor Choice هي صعوبة اخراج السماعة من علبة الشحن ده بيرجع لان زراع السماعة مبطط مش استواني مش بيتلف بسهولة في المجرى بتاعتها وانت بتخرجها وبتضايقك جدا بقى بالبة الشحن بيقفل بشكل جميل ومتقن ونوع السماعات هنا بتعمل isolation أو عزل فيزيائي للأصوات المحيطة عن طريق كاوتشات اللي بتسد مجرى السماع نروح للجزء الثاني واشخيكم مهم جدا من فيديو النهاردة محتوى حصري وفريد جدا مش موجود على الانترنت تأفيل وتصنيع علبة الشحن ممتع ومتقن جدا تفيك الأجزاء من بعض كان عملية تعتبر صعبة جدا لان الخمات هنا خمات نشفة ومتينة وسميكة ومتقفلة بشكل مطقن وعلي الجودة الحقيقة فبتاخد وقت طويل أثناء تفككها ومش بتحتاج حرارة الجزء ده من السماعات في الغالب يبقى غير مقاومة للمية مقاومة المية بتبقى موجودة في السماع نفسها أو البراعم نفسها ده الجزء اللي عليه شعار الشركة المصنعة ولاحظت وجود جوانا على مدخل الشحن التابسي ومخرج لمبة البيان عشان يبقى حماية ضد الرطوبة والغبار البسيط الانطباعة الأولى عن جودة تصنيع بوردة الشحن نضيف جدا تصنيع مطقن ومضيف جدا اختيار ممتاز جدا من اونر وهو اونر تشويس اكس فايف تعتبر واحدة من الحاجات المحترمة جدا في فئتها بالنظر لجودة التصنيع العالية والمميزات اللي بتقدمها اللي هنتكلم عنها تفصيلا في القطاع تفكيك البرائم من الداخل تفكيك البرد ده شيء سهل جدا بمسامير مربوطة على الجسم البلاستيك وبطارية كمان متقفلة ومتثبتة بشكل كويس جدا بطارية ضخمة بساعة 460 ميلي أمبير بتكفي استخدام لغاية 35 ساعة مع البراعم كمان مع البطارية الموجودة في البراعم من الداخل اللي هيا 40 ميلي أمبير وهنتشوفها كمان شغية هنا بنستعرف طريق توصيل نقط التلامس مع البراعم أو مع السماعات عن طريق حاجة زي سبرينج ستيل كده بتبقى موجودة على البوردة زي ما احنا ملحظين كده ديزاين بوردة الشحن والعلامات اللي موجودة عليها الحقيقة حاجة شيء جميل جدا عار يعني رايت والليفت اللي هي سماع شمال عشان ده بيسهل جدا الاختبار السريع قبل تجميع النهائي أو قبل وضع كل المكونات دي في الكيس وتقفلها بشكل نهائي بيبقى فيه اختبار سريع جدا على خطوط الانتاج أو التجميع قعد التجميع قطع علبة الشحن بيتم بسرعة بدون أخطاء وهنا توضيح للشكل النهائي بعد التجميع مع لمبة البيان أثناء الشحن بنروح للجزء الثاني من الفيديو هو جزء شايق جدا ومكلف جدا حقيقة تفكيك النوع ده من المنتجات بيحتاج أدوات خاصة عشان تقدر تفكيكها وتعملها سيانة بمنتهى السولة بدون تضرر الأجزاء الداخلية إن شاء الله نحاول نوفر أدوات السيانة دي عشان نقدر نقدم لكم محتوى مميز وبريميوم أكتر ونقدم محتوى كمان لفنين السيانة زي يقدر يتعاملوا مع الأجزاء دي وقطع الغيار دي وكمان أدوات السيانة اللي موجودة حصرا على موقع في الصين إن شاء الله نبقى نجيبها ونوفرها ونوفر لكم محتوى مميز كل مرة أحد الأيوب الجوهرية في في عدم موجود بلوكسيمتي سنسور أو مستشعر تقاور بحقيقي اللي هو بيوقف الموسيقى أثناء ما أنت بتشيل البراعم من ودنك درايفر التشغيل أو ديف رام الخاص بالأونر تشويس إكسا 5 درايفر بجودة تصنيع عالية بيقدم مستوى صوت عالي جدا مقس الدرايفر هنا هو عشرة ميلي وصف المنتج ده على موقع نون لو جيت تبص على الوصف يعني هتلاقيه في معلومات غلط كتير جدا الوصف اللي على نون بيخص موديل تاني خالص وهو الأونر إكسا 5 وده منتج مختلف تماما عن الأونر إتشويس إكسا 5 غالبا بتبقى فيها أخطاء وجود الان سي ميزة خطيرة بتديك تجربة ممتع جدا أثناء سماع الموسيقى وجود الميزة دي بتسمح لك بالاستمتاع بثلاث أوضاع للموسيقى ووضع أو آآ 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 ووضع الأورنس أو نقل الأصوات المحيطة لك تلاتة شغالين بجودة عالي جدا وهتستمتع جدا جدا بسماع موسيقى على النوع ده من المنتجات وهو خاصة في وجود آآ عزل حقيقي أو أكثر حقيقي وجود الميزة دي بيتطلب وجود أربع مايكات على الأقل اتنين في كل سماعة وزي ما احنا ملاحظين كده ده مايك عزل الدوشة بيكون موجود فوق فوق نقطة تلامس أو نقطة تحكم في السماعة نفسها بيبقى فيه المايك أو فيه منفذ للمايك الخاص بعزل الضوضاء من تحت بقى بيلاقي فيه مايك التقاط صوتك أثناء المكالمات السماعة دي بتشتغل بتكنولوجيا متطورة وحديثة اصدار البلوتوس هنا هو الأحدث حاليا آآ بلوتوس خمسة فاصلة ثلاثة من شركة مصنعة تعتبر شهيرة البي اي اس الفين ستتمية اي سي اتش ده نوع الاي سي الخاص بالبلوتوس خمسة فاصلة ثلاثة وحقيقة اتصال آآ سهل وممتع جدا وسريع جدا التحكم في السماعات والتنقل ما بين الموسيقى ورد على المكالمات بيتم عن طريق اللمس اللمس على الجزء العلو من السماعة أو عن طريق برنامج اللي اي س بيس الخاص باونر زراعة الافتراضي بيعمل لك مجال مقام سنت لو قربت من آآ المجال ده او قربت اصباعك من المجال ده بيبتدى ان هو يقطع الاتصال وبتده هنا كأنه زرار افتراضي طب خلاصت رأيي عن سماعة دي تقدم مستويات صوت ممتع جدا بتقدم عزل حقيقي وبتعزلك فهلا عن الجغل محيط مش بتسمع اي حاجة اطلاقا اثناء تشغيل وضع بتقدم تجربة مكالمات ممتازة في معظم الظروف حتى في الدوشة وفي الجو الهادي يعني او في جو المكاتب او الغرف او ما الى ذلك الطرف الثاني مش هي يعني مش هيمايز كان ده صوت سماعة ولا من الموبايل مباشرة ولكن صوتك بيوصلوا بطريقة مضخمة شوية عن صوت الموبايل اما عيوب السماعة دي عدم وجود آآ كابل شحن في علبة الشراء زي ما قلنا صوتها بقى مضخمة نسبيا للطرف اللي بيسمعك عدم امكانية ربطها بجازين في نفس الوقت وكمان صوبة اخراجها من الكيس متاحة بسعر 1224 جنيه على نون مصر بعد خصم كوبون الكيبي او الامي كيبي او كيو اراتين تلاتين الفيديو جاء ان شاء الله هنستعرض و هنقدم ريفيو تفصيلي عن الريل مي ار مية على اسنة احنا نقدم لكم معظم المتاح في السوق و نقدم لكم تجربة حقيقة ممتعة كل مرة باشا شكرا جزيلا و الى اللقاء السلام عليكم